تحالي القرى البعيدة والمعزولة عن عدسات الكاميرا تضج قرية الحصن احدى قرى محافظة الجوف بعشرات الاسر الفقيرة والنازحة هربا من حرب الميليشيا يحيا احد النازحين من محافظة عمران ورب الاسرة المكونة من ستة اطفال يشكو فقر الحالي وعجزه عن توفير حاجة صغاره ورغبتهم في رغيف لا يجدونه في معظم الايام الحالة الاقتصادية عندنا والله اني يعيش من الدهورة عن ما اكلك ومشربك ومسكنك عبد بالله لكن قد ما تساوى عادت راضي لنت تجلس لحتى ولا هو خاري انها الحرب لم تكتفي بتهجيرهم من منازلهم وتجويعهم فحسب لكنها ارادت ان يدفع الصغار قبل الكبار فاتورتك الباهضة بويلات الفقر والمرض هكذا تقول الصورة وتشيء بثنائي الوجع والخدلان في موسم النزوح الكبير الذي ضاعت فيه الحقوق في زمن الحرب خلف هذه الجدران المفتوحة لراح الحرب والايلة للسقوط تتعدد اوجه المعاناة التي يدفع ثمنك الكثير في هذه الانحاء الفقيرة لا سيما النازحين الفارين من الموت الى موت اخر اقلغت طفولة في يوميات النزوح الضائعة ملامح نزوح على وجوه الاطفال احرمتهم الميليشيا مبكرا من حقهم في العيش فكان الجوع والتشضي شاخت نظرات الاطفال ولم تشيخ الحرب على هذا النحو من الحرمان وفقدان اساسية العيش يتكبد السكان في هذه القرى ويلات الجوع والنزوح ايضا اذ لا يعرفون المصير المجهول الذي ينتظرهم في ظل التحشيد واستمرار الحرب علي الجرادي قناة بلقيس الجوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة